مرحب معي وزيرة نالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا في أول زيارة لها للعاصمة الإدارية الجديدة بالتأكيد أن مباحثاتنا اليوم سواء كانت الثنائية أو الموسعة ركزت حول الأوضاع في غزة استمرار الأعمال العسكرية الأثار الإنسانية المدمرة وعدد الضحايا من المدنيين موضوع المساعدات الإنسانية ونفذها إلى القطاع بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأوضاع بشكل يحافظ على وحدة القطاع والدفة الغربية والعمل على استعادة الأفاق السياسية المتصلة بحل الدولتين استمرار الاحتلال بدون شك من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة ولابد من التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بأمن لجميع شعوب المنطقة وأيضا تحقيق حقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى ذلك بالتأكيد أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات وثيقة تطورت خلال الأعوام الماضية متشعبة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية ونتطلع الاستمرار العمل الوثيق مع ألمانيا لتحقيق المصلحة المشتركة شراكة نعتبرها شراكة استراسيجية ونتطلع الاستمرار التواصل والتشاور فيما بيننا سواء اتصالا بالإعلاقات الثنائية وتطورها أو في مجال تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك برحب بالوزيرة وسوف بعد انتهاء هذا المؤتمر تذهب إلى العريش ومعبر رفح للاطلاع بشكل مباشر على الجهود الضخمة التي تبذلها جمهورية مصر العربية الهلال الأحمر المصري في توفير المساعدات الإنسانية رغم التعطيل الكبير الذي تتعرض له نظير عمليات التحقق المبالغ فيها من قبل السلطات الإسرائيلية نتطلع أن تعيين وتولي منصق الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 27-20 سوف يأتي بأليات تيسر من نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالتأكيد أن المعاناة الإنسانية لـ 2.300.000 فلسطيني عمليات التهجير القصري من شمال القطاع إلى جنوبه والآن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني فيه الجنوب من استهداف من قتل للمدنيين بلغت 23 ألف تلتين هم من الأطفال والنساء أمر يتعدى أي مرعاة للقواعد القانون الدولي الإنساني ويضع عبء كبير على المنظومة الدولية لإحترام قانون الدولي الإنساني نعمل بكل جهد على توفير المساعدات نؤكد على الرفض التام لإجراءات المتخزة للضغط على الشعب الفلسطيني في غزة لإجباره على التهجير وأيضا نرى أن ضرورة وقف إطلاق النار أصبح شيء حتمي للتعامل مع هذه الأزمة سواء من حيث إطارها السياسي موضوع الرهائن موضوع الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني موضوع الأمن للجميع وتحقيق الاستقرار وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها الخدس الشرقية وانتهاء الاحتلال كلها هي المكونات الرئيسية التي تخرجنا من دوائر العنف المتواصلة التي يعيشها المنطقة مرة أخرى برحب بمعالي الوزيرة ونتطلع الاستمرار العلاقة الوثيقة والتشاور فيما بيننا ترجمة نانسي قنقر